تابعونا لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات مختلف مواقع التواصل الاشتماعي في إطار بث مباشر وذلك من خلال هذه الحلقة التي كما هو الشأن كل يوم اثنين نعود من خلالها لنستعرض برز بخلفات نهاية الأسبوع خصوصا على مستوى البطولة الاحترافية التي لم تحمل في طياتها جديد على مستوى صدارة الترتيب مع تألق متلاحق لفريق نهضة بركان والمتصدر للترتيب العام ثم بالنسبة لباقي الفرق حققت نتائج متبينة كما هو الشأن بالنسبة للمطارد السابق وهو المغرب الفاته المكتفي بتعادل عاد به من أمام اتحاد طنجة بهدف لمثله فريق أو بهدف لمثله في المقابل فريق الجيش الملكي يحقق الانتصار ويرتقي إلى الرسبة الثانية معي في آتي الحصة مسرور جدا بذلك صديقي الحسن الجابري سيحة حسن أهلا مرحبا بك مرحبا فؤاد مرحبا بجميع المتابعين والمستمعين الكرام ونواصل صديقي حسن ربط الاتصال بصديقنا محمد مديحيلي كي شاركنا في هذه الحصة من برنامج بوديوم طيب لقاءة الجولة التاسعة من البطولة الاحترافية المغربية كما ذكرت حملت هذا الانتصار الجديد لفريق نهتة بركان كان لحساب المغرب التطوانية فريق نهتة بركان الذي يحلق من فوز لآخر تبت أقدمه في صدارة الترسيب وعمق الفريق الآن إلى أربع نقاط حسن نهتة بركان في الموعد يزكي العروض القوية التي قدمها مع بداية الموسم كان هناك سقوط في عقر الدار أمام نادي الفتحة ربطي لكنه ربما لا يعدو كونه سحابة خريف عابر الفريق عاد لسكة الانتصارات من جديد تماما فؤاد فريق نهتة بركان يؤشر مرة أخرى على أنه منافس قوي وإن لم أقل المنافس الأول على لقب البطولة الاحترافية هذا الموسم الفريق طالما وجد صعوبات بميدانه من أجل الفوز بالمباريات تأكد أيضا ذلك مجددا في اللقاء أمام المغرب التطواني على اعتبار أنه الفريق الضيف المغرب التطواني هو من كان البادئ بالتسجيل لكن فريق نهضة بركان والمدرب معين الشعباني يعني استطاع تطويع معطيات المباراة لصالحه خصوصا بعد طرد لعب فريق المغرب التطواني منذ الدقيقة السابعة والعشرين نقص العدد استغله فريق نهضة بركان عدل بداية في أواخر الشوطة الأول ثم سجل عبر المتألق أيوب خيري فريق نهضة بركان الذي يبدو كما تحدثنا عن ذلك منذ بداية الموسم بأنه وجد هذه الوصفة من أجل ربما المنافسة على اللقب هذا الموسم الآن السؤال المطروح هو هل سيحافظ الفريق على طول النفس من أجل الفوز باللقب أربع نقاط عن أقرب مطاردها الجيش الملكي وأيضا المغرب الفاسي خمس نقاط الآن هل سيستطيع الحفاظ على هذه الوتيرة صحيح الفوز كان مستحق وإن أقول هزيمة لم تكن مستحقة أيضا الفريق المغرب التطواني الفريق بالرغم من الوضع الصعب الذي يعيش إلا أن أداء ومضمون مبارياته خصوصا المباريات الأخيرة الفوز على شباب المحمدية حتى العرض شباب المحمدية كل فرق تفزالي لا على العموم ولكن فريقين في أسفل الترتيب شباب المحمدية هو الفريق التابت في أداءه منذ بداية الموسم هزيمة وراء هزيمة لا يغير شيء في أدائه أقول بأن فريق المغرب التطواني لم يستحق الهزيمة بهذه الصورة لأن الفريق تحسن أداءه صراحة من البداية تقول لو أن الفريق لعب بهذه الروح صحيح عزيزة العامري أضاف لمسة لهذا الفريق تحس بالفريق وفلسفة عزيزة العامري البناء من الخلف فأيضا الضغط على الخصم في مناطقه هو ما أثمر بالمناسبة الهدف الأول للفريق تحس بأن هذا الفريق لديه ما يعطيه لكن البداية المتأخرة ربما قدوم أيضا عزيز العامري في وقت متأخر يدفع الفريق ضريبة الهزيمة لم يكن يستحقها الفريق بالمقابل نقول بأن فريقنا تزبر كان أيضا استحق الفوز لم يخطف الفوز المقابلة كانت مفتوحة وكانت ربما من بين أمتع المباريات في هدأ الجولة طيب هناك كبتبات الحال الدور الذي يقوم به المدرب المعين الشعباني المدرب الذي سبق له وأنفذ بلقبين في دور الأبطال مع فريق الترجي الرياضي التونسي الابن الروحي للمدرب فوزي البنزرسي وإن كان معين الشعباني يميل أكثر لتحسين الدفاع ووضع أسس فريق على مساوى تحسين الدفاع ومن تم اللجوء إلى الهجومات المنظمة لفك شفرة دفاع الخصوم كما لاحظنا في العديد من المباريات ربما بالنسبة لنهذا السبركان التخلي عن بعض اللاعبين لدينا ربما كانوا يخلقون بعض المشاكل في مساودع العمليات البعض يتحدث ربما عن لاعب كالفحلي الذي غادر الفريق وتوجه إلى الجيش الملكي الإتيان خصوصا بالضوء الذي يقوم به الحارس مدير المحمدي كعميد للفريق الخبرة التي راكمها يقولون كثيرا حسن بأن الحارس المرمى هو نصف الفريق يمثل خمسين في المائة يعني من مجهود كل فريق خصوصا إذا كان الحارس متألق وبقيمة الحارس مدير المحمدي نلاحظ الدور الذي يرعبه الحارس يعني في الدفاع عن مرمى في التصدي العديد من الهجومات المرتدة في ناحية يعني إجهاد عديد من محاوليات الخصوم في العديد من المباريات ثم الدور الذي يقوم به لعبون دوة تجربة يعني لعبين على مستوى خط الوسط بناء على فكرتك فؤاد هنا نتحدث عن الاستمرارية معين الشعباني قدم إلى الفريق في الموسم الماضي بنفس الفلسفة الفريق استعد للموسم الجديد يكاد يكون الفريق الوحيد ربما بين أقطاب كرة القدم المغربية الجديدة لأن الفريق ينافس كل موسم في دوري في كأس الكاف على مستوى البطولة الفريق الوحيد ربما بين الست الكبار في بطولة هذا الموسم الذي حافظ على مدربه حافظ حتى على فلسفة لعب حتى الانتدابات الجديدة كانت محددة الأهداف ومركزة جدا لاعب مثل أيوب خيري أكيد يقدم أوراق اعتمد داخل هذه المجموعة لا تحس بأنه اللاعب جديد على هذه المجموعة أيضا الحارس محمدي وتحدثت عنه ضروري من لاعب خبرة بالإضافة لعب مرابيط لاعب حمزة لاعب أيضا لاعب سانتوس لاعب برازيلي الذي يقدم أيضا أداء متميز على مستوى خط الهجوم لذلك تحدثت عن الفلسفة فلسفة معين الشعباني في تعاقدات وعطيت له كامل الصلاحيات من أجل الانتدابات وهنا نتحدث عن الاستمرارية عكس للأندية مثلا وسنأتي على ذلك الرجاء والوداد لما تغير المدرب تقريبا أندية صدارة كلها غيرت اللاعبين تحدث عن الجيش الملك غيرت المدربين وغيرت أيضا اللاعبين نتحدث عن المغرب الفاسي نتحدث عن الوداد عن دفاع الحسن الجديد نهضة زمامرة أيضا المقلنا سنأتي عليها أيضا افتحات وارقة أيضا نفس الأمر نفس الفلسفة يعني لما تحافظ وتكون فلسفة النادي واضحة تكون فلسفة المدرب واضحة وفلسفة إدارة النادي أيضا في البناء على المشروع تكون واضحة تكون هناك نتائج حسن هناك اتحاد الرادي التورقي وحسيث أقادير واتحاد طنجة وكذلك يعني هدو المفارق الفرق اللي حافظت المدربين ديلها مع اختلاف مع اختلاف الأوضاع المادية والتدبيرية ومع فرق غيرت مرات يعني غيرت المدرب مع بداية الموسم ثم غيرت المدرب بعد انطلاق الموسم وهنا الحديث عن الجيش الملكي وعن الرجاء الرياضي أيضا وعن أيضا فريق المغرب التطواني طيب نذهب لنستمع إلى مدرب فريق يعني نهضة بركان مدرب التونسي معين الشعباني بعد هذا الانتصار الجديد لفريق نهضة بركان الفريق الذي حقق لحد الآن ست انتصارات عادلين وهزيمة واحدة الأدفرسير لعب بعشرة لعبين ولكن وانا مبوزين جران ريت حتى يشين مركينا لدبيوت كنا نقدروا بمعنى نقتلوا المباراة من أكثر من فرصة على عموم نشكر اللاعبين اللي قدموا أداء كبير وفايزوا بمباراة صعبة ونشكروا بتباعة حال فريق التطواني اللي قدم مباراة ممتازة أنا بالنسبة له نقولها أكثر من مرة مفهماش حتى مباراة سهلة والأبراف شوفوا الريزيوتال يصيروا بالنسبة لينا اللي شفتوا لحد الآن في مستوى البطولة المغربية كل الفرق متقاربة في المستوى فماش فريق قفضل من فريق إذن كنادا معين الشعباني مدرب فريق نادة بركان في المقابل كما ذكرت حسن المغرب التطواني ربما بدينا كنشوفه بعض مؤشرات على إمكانية خروج الفريق من دوامة نتائج سلبية خلال الجولة الماضية شفنا فوز على حساب شباب محمد لكن كما قلنا منذ قليل لحني ليس من باب التهاكم وإنما على الأزمة التي يمر منها فريق شباب محمدية الذي لم يدق بعد طعم الانتصار بعد مرور تسع دورات حصد نقطة يتيمة من أصل تسع مباريات وربما الفوز في المباراة السابقة لم يكن معيار والاختبار الحقيقي كان أمام نادة بركان هناك مؤشرات إيجابية والفريق يبدو قادرا على كسب الرهان ورفع تحدي البقاء في القسم الممتاز تماما وهو ما تحدث عنه أيضا المدرب عزيز العامري قال بأنه يحتاج إلى وقت حتف في الفترة الماضية المدرب لم تتح له الفرصة من أجل الإشراف على تدريب الفريق بشكل متتالي إلا في الأسبوع الماضي الآن بعد أسبوع لاحظنا فعلا بأن هناك عمل من عزيز العامري بأن هناك أفكار لدى المدرب يعني يسعى اللاعبون لتطبيقها لا أدل على ذلك الهدف الأول كان هناك ضغط عالي دائما عزيز العامري وفي الأفكار والضغط العالي لكن ذلك يتطلب نوعية من لاعبين يتطلب مجهود بدني كبير يتطلب أيضا سرعة بديها خصوصا لما تلعب أمام خصم من قيمة نهضة بركان لسوء حد الفريق أنه افتقد التركيز كان هناك طرد في الدقيقة 27 أضطر على الفريق لما تلعب بعشرة لاعبين أمام مجموعة متجانسة تلعب رفقة أو بينها منذ مواسم تجد صعوبة أكيد فريق المغرب التطواني أدى ضريبة النقص العددي يعني بتسجيل فريق نهضة بركان الهدفين لكن رغم ذلك هناك تحسن يجب فقط الاستمرار لا شيء لعب حتى الآن قبل جولة من نهاية تلت الأول لازلت هناك حدود ترتيب متقارب أربع نقاط فقط عن أو خمس نقاط عن صاحب المركز الخامس عشر لازلت هناك نقاط ولازل الفريق يملك كل الحدود طيب حسن نمشي باش نحاول نتناوله جوية عدد كبير من مباريات أجرية نهاية الأسبوع سمعوا بداية بعزيز العمري مدرب فريق المغرب التطواني بعد الهزيمة أما ما نتصبر كحنة تحول دي المباراة من بعد طرد دي اللعب دينا ما عرفت سعما كيفاش تطرد لأنه كانت الكورابينات هم بجوج هذي كيمكن تكون خطأ ولكن بدون ورقة حمرة هذيك الوقت يعني كان واحد تحول نفسيا عند اللعابة وقع واحد تخوف عندهم لأنه حسو برسهم في أنهم عندهم نقص عددي وهذي يعني بطبيعة الحالة لأنه عندكم تتعالج فيها صعيب باش تدير علاج يدها يرأي منه خاصك تخرج المهاجي ومدخل الظاهر وكتولي الفرقة عندك إلى لحظة تحتال الشوطة الثانية كنظم ورغم يعني النقص العددي اللي كان عندنا فستحوذنا على الكورة وجونا جوج دي الأهداف يعني بوحد السهولة كنا نسجلهم فكيبقى دائما الفريق البركاني فريق قوي فريق اللي هو تيرجع في النتيجة وبان إلى أنه فريقات السنة غدي كله يعني ألف حساب إذن سيكون ألف حساب نسبة لفريق النهات بركان طيب من بين نتائج التي أترت الانتباع إذن حسن فاتهي الجولاية تواصل النتائج السلبية لفريق الرجاء الرياضي الفريق اللي ينهزم ويتعادل عفواً والتعادل الثالث على التوالي بالنسبة للرجاء الرياضي في عكر الدار هذه المرة أمام نادي المكناسي الفريق الصاعد لقسمي الكبار تعادل بالنسبة للجماهير الرجاء العريضة كان بمتابة الهزيمة لأن الفريق لم يحقق بعد أي فوز مع المدرب الجديد مدرب سابينتو هزيمة وثلاث تعادلات والجمهور يعني متحسر على ضياع النقاط بهذه الطريقة والفريق يحتل المركز الثاني عشر في الترتيب العام هزيم أو تعادل بالنسبة لفريق الرجاء يتير أكثر من عالم السفام والفريق كان أقرب إلى الهزيمة على تبار أن النادي المكناسي أهدر ضربة جزاء مع تألق الحارس العائد أنس زنيتي المغضوب عليه لكن أنس زنيتي برهن الجميع لأنه لا زال قادرا على الذوذ والدفاع عن مرمى يعني حارس مرمى فريق الرجاء الرياضي أكيد أكثر من عالم السفام مجددا على فريق الرجاء الذي تنفذ السعادة يعني فترة المؤقتة مع عبد الكريم جيناني الآن مع المدرب سابينتو هزيمة وثلاث تعادلات الأكثر من ذلك فؤاد أنه ثلاث مباريات تعادل الفريق عجزة عن تسجيل ولو هدف منظومة الفريق أو على مستوى التنشيط الهجومي الفريق يعجز عن هز الشباك وهي أكثر من علامة استفهام الفريق حتى الآن يعني بثلاثة هزائم في حين أن الموسم الماضي توجب اللقب من دون هزيمة تأتي ويأتي هذا الضرف مع اقتراب أيضا دخول الفريق لمنافسات دوري أبطال إفريقيا وهي التي يراهن عليها الكل استبشرة خيرا في فترة يعني جيناني قدوم الفريق أو المدرب في هذا الوقت سابينتو أكيد لازم من الوقت لكن فريق الرجاء هناك حزن عنه أن الرئيس قدم استقالتها أو غير تسريبات أو أخبار أخبار مواقع توازن الاجتماعي لأنه بالأمس كانه كاجتماع لمسؤولي فريق الرجاء المكتب المسير للتباحث بخصوص أسباب الكامنة وراء هذه النتائج السلبية ولكن أكثر من علامة استفهام فعلا على أداء مؤدى فريق الرجاء البيضوي لأنه يأتي قبيل دخول الفريق المنافسة الدوري أبطال إفريقية التي يعول عليها هل كان من الأشدر أنه مدرب مغربي مدرب مساعد يعني يشرف أو يرافق سابينتو في مهمته في ذكة المدلاء هذا هو الأمر المطروح لأنه لما كان جيناني وأبو شروان الفريق تحسن حقق ثلاث انتصارات وبعرض أكثر مما كان رفقة المدرب البوصنية السابقة الآن يعود التساؤل ويدخل فريق الرجاء في دائرة الشك في وقت حساس من الموسم الجماهير لن تقبل هذا الأداء أمام يعني في دوري أبطال إفريقيا خصوصا وأنه دوري أبطال إفريقيا يشهد أيضا تواجد فريق الجيش الملكي وماملودي سانداونز جماهير الرجاء لن تقبل بهذا الأداء يجب أن يكون هناك حل سريع نتحدث عن عامل الوقت عامل الوقت لا يرحم في مثل هذه الظروف نعم نتحدث عن العملاقين البيضويين سواء الوداد أو الرجاء كيف يمكن لهذه الفريقين بقيمة الوداد وقيمة الرجاء أن يخضع لهؤلاء المدربين القادمين من دول أخرى وهم يفرضون أن يأتوا بفريق العمل صحيح صحيح نتفهم أن المدرب يعني يرغب في أن يكون لديه فريق عمل يعني مدرب مساعد مدرب حراس معيد بدني يعرفهم بشكل جيد يشتغلون معه منذ سنوات عديدة هذا أمر نقدرون قبله لكن ما لا يمكن ما لا يمكن لنقبله هو أن هالمدربين يرفضون رفضا باتا تواجد يعني مساعدين مغاربة في طاقمهم الفني فقط للتواصل يعني فقط وإنه لا نقوله أن المدرب سيكون عنده رأي في التشكيلة أو في التدريب أو إلى غير ذلك لكن من المهم ومن الأهم ومن الضروري أنا شخصينا أرى من الضروري أن يتواجد يعني مدرب ابن الفريق خصوصا يكون يلعب في الفريق يكون ابن الفريق يعرف كواليس الفريق يعرف البيت مثلا الرجاء يعرف بيت الويداد يعني في الداخل ديالوش نوكاين وبالتالي كي سهل أمورية حتى دي التواصل ما بين المدرب الأجنبي واللاعبين وحتى الطاقم المسير للفريق حتى الإدارة أتفق معك فؤاد تماما هذا شخصيناه في العديد من عن مدربين آخرين فوزي البنزرسي كان عنده مساعدين كتر بن شريفة مديحي إلى غير ذلك من لاعبين الويداد السابقين ونتحدث أيضا على لاعبين آخرين اللي كانوا مساعدين كهشام أبو شروان اللي كان مساعد للعديد المدربين الأجنب لتعاقبوا على دكة احتيات الرجاء هذا السؤال يطرح على المكاتب المسير الفرق بداية يجب أن تتقف الأطر المغربية خصوصا أبناء الفريق هذا الأمر أكيد محير أكثر من علامة استفهام بدليل أنه نتحدث عن فريق الرجاء الانتصارات الثلاثة التي حققها الفريق حققها رفقة جيناني نتحدث عن فريق الويداد في الموسم الماضي عادل رمزي بكل الضغوطات التي مورست عليه الموسم الماضي أوصل الفريق النهائي كأس السوبر الإفريقي أمام فريق ماملودي تانداونز وبروزناما يعني مزدحمة جدا اللعب نهاية أسبوع لعب كأس السوبر وأمام خصوم أي خصوم الأفضل في إفريقيا فريق الترجي أن تخرج فريق الترجي من دور النسف ستصير أمام فريق ماملودي تانداونز تلعب مباريات الدولية حتى في البطولة الاحتلافية الموسم الماضي عادل رمزي جمع نقاطا أكثر مما جمعه الآن مكوينة مكوينة الآن لا يتعرض لضغط تحت ذريعة أنه المدرب جديد على الفريق انتدابة جديدة على الفريق لكن فريق الوداد خلق ليلعب على الألقاب نعم الآن الفريق بثلاثة أو بثلاثة هزائم أمر ربما غير مقبول فالمستوى بكل ما أتيح المدرب مع بداية الموسم هنا تطرح أكثر من علامة استفاهم على الحماية التي الحماية التي تتاح المدرب الأجنبي على حساب المدرب المحلي هذه المشكلة تمني اسمها المكوينة يعني تم رفض تواجد لاعب الآن يعني في ظل ضغوط لتعرض لها لاحظنا أنه في طريحات صحفية قال بأنه يعني مستعد أنه يكون عنده لاعب مدرب مغربي من الفريق بشيساعده في المهام دياله في الوقت اللي في الوقت سابق كان رفض رفض تام هاد هاد الفكرة ويبدو يبدو بأن الضغوط يتعرض لها من قبل ربما بعد المسيرين ديال فريق الوداد أو حتى ضغط الكبير ديال الجماهير لأنه اعترف أيضا أنه هالضغط اللي كيعيشوه ما سبقش لها أنه عاشو مع فريقه ساندونس اللي كان يعني قادوا المجموعة من النتائج الإيجابية لما يفتح مركب محمد الخامس ضغوط أكثر لكن هو ما عارفش ما عارفش كما قلت هو ما عارفش عند الضغوط ديال الجماهير في مواقع التواصل الاجتماعي وفي تدريب لأنه أعترف حسد لأن الجمهور لدي الوداد لدي دراجة ركيت وجه يوميا المركب الوزيس والمركب بن جلون بأنه ينتقد اللاعبين ينتقد المسيرين لأنهم كما ذكرت الفريقان معا ملفين على الألقاب ولن يختاروا سوى الألقاب سبيلا طيب نتيجة في المقابل إيجابية لفريق ندي الويداد الرياضين بعد من انتصاره على فريق المغرب الفاسية ويرغم العملاق الرجوي على التعدل في أقر داره ويعني أهدر فرصة أنه يعود من نقاط الفوز الثلاث لما ضيع ضربة جزاء في الوقت لكان سجل ضربتي جزاء أيضا في مرمى فريق الويداد نسمع لمدربه عبد الحي التونسي أيضا عبد الحي بن سلطان جينا من المباراة عملنا فيه فوبا عملنا أربع مباريات بدون هزيمة ومبعد انهزمنا المباراة الأخرى كان لازم علينا نعمل ردة فعل حضرنا معناتها اللاعبين من جانب هذا ومن جانب الثاني تكتيكيا نعرف كيف الرجاء يمر بفترة صعبة شوية وكي يحبط بكل ثقل بتاعه الهجوم حضرنا البلوك متاعنا وجاء تزيد ذرك الجزاء في وقت مزيان ما توقت باهي مع الأسف مرافول مع الأسف ما صارش الكونكريتزازي متاع الفرص هذي وفي بعد لديس درنير منوت اللوتو بور لوتو دونك غيرنا تكتيكيا بش نولينا الكورات العالية نحاولو بش نخدم الكل وفي اللقاء جبنا ام بوان امبرطان دي بلسمن هده هو إذن قطار فريق نادي المكناسي يبدو بأنه على السكة الصحيح مع يعني هاد التعادل تعادل بتعمل الفوز بالنسبة لفريق ممثل العاصمة الإسماعيلية فريق ليعود يعني لحضيرة القسم الممتاز بعد سنوات عديدة آخر اللقاء اللقاء الفتحة الرباطية الوداد اللي انقد نعدنا نقول انقد بشكل كبير هذا الموسم بهذا الانتصار لعاد بي فريق الفريق الفتح لأن الفريق كان سقط في نتائج يعني في قفص النتائج السلبية هزيمة امام النادي المكناسي هدفين لسفر ثم هزيمة امام فوق الدار امام النادي السبريكان بهدف لسفر اي اي نتيجة سلبية اخرى كانت ادخل بالفريق في ازمة وربما الحديث عن اقالة للمدرب مقونا الحص الحظ ان البودلاء كانوا بالفعالية اللازمة خصوصا الجنوب افريقي مايولا فوز نقوله قيصر الفريق الوداد لانه صحيح هناك احتكار الكرة لكن لاعب سلب في نهاية المطاف محاولات كانت قليلة جدا بالنسبة للفريق الوداد صحيح تحسن المرضود في الشوط الثاني يعني مؤدى فريق الوداد حتى حدود اللحظة بالرغم الفوز يثير اكثر من علامة استفاة مع المؤدى العام ايضا على المقابلة لانه في بعض الاحيان تحس بالملل حسن لحظ انه الجماهير تحفز اللاعبين المللل حسن 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 في كل المباريات للأسف الشديد يعني كانت بمباريات انا اخصي انا بحل العقوبة انا اكتبوش على رأسنا واحد المستوى ضعيف وضعيف في بعض الاحيان ما كتتحش بتلاتة تمريرات من اللاعبين تكتمل لازم يعني صعب جدا ان تسابع مباراة خصا انه قبل ذلك تسابع مباراة لمنشستر يونايت وشيلسي او تتنام وفريق استان فيلا يعني لازم ان الفريق يتحسن ولازم ان الاندية في البطولة الاحترافية تعيد امورها وحسابتها قبل نهاية هذا التولوت من اجل الاستشراف افضل التولوتين لانه ما نشاهده حتى الان اكيد صراحة لا يبشر بخير لا يروق الجماهير هناك حتى ايضا غياب هنا تثأل في نهايات المطاف لماذا لا يتواجد اللاعب المحلي في المنتخب الاول على اين غياب اللاعبين ايضا على الملاعب الكبرى سواء تعلق الامر بملعب كبير لمدينة الضالبيضة والملعب المركب المولاي عبدالله بمدينة الرباط ايضا الملعب الكبير بطنجة كل الغيابات على هذه الملعب تفسد نوعا ما الفرجة وتفقد اللاعبين يعني الرغبة في اللعب طيب شكرا لك حسن الجبيري صديقي شكرا الموصول لفريق العمل كمخرجة الحسة صديقنا يوسف فريق العمل في الديجيتال عثمان وكذلك صديقنا عمر جانين والاخت زهرة الحرش موعدنا بكم يسجد يوم الغد في إطار حسة أخرى من حساس بوديوم شكرا الحسن المتابعة والاهتمام إلى الملتقى